أكد معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب على همية تبادل التجارب البرلمانية المشاركة في العالم العربي ودورها في تعزيز المصلحة الجماعية للأمة العربية الظهراني أشاد بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي في مد جسور التفاهم مع جميع دول العالم باعتباره مؤسسة تعبر عن تطلعات المواطن العربي وتهتم بمناقشة قضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك لدى استقبال معالي سعدة سيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له على هامش اجتماعات البرلمان العربي ولجانه الدائمة والنوعية وجلسته العامة المنعاقدة حاليا بمملكة البحرين من جانب أعرب رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس مجلس النواب على حفوة الاستقبال والترحيب بهم مؤكدين بالغ اعتزازهم بزيارة مملكة البحرين لما أتاحته لهم من فرصة للإطلاع على التطور الشام الذي تشهده المملكة وخاصة تجربة نيابية وتطور دولة المؤسسات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفده ترجمة نانسي قنقر